السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مو قادر أشرح لكم اش كتر هالآية هذه يا الله يا الله شيء 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 عن الروح ما أدري شنو شيء عن القلب لا إله إلا الله لا يضل ربي ولا ينسى يا الله لا يضل ربي ولا ينسى لن ينسى الله عز وجل لك الخواطر التي جبرتها ولا دموعا مسحتها ولا حزنا أزلتها لا يضل ربي ولا ينسى لن ينسى الله عز وجل لك دموعك التي سكبتها وأنت تدعوه دعاء الممكن بالإجابة لن ينسى الله عز وجل لك كرم الغيظ كتمان الإساءة وانت قادر انك انت ترد هذه الإساءة بأشد منها وتنتقم أشد الانتقام ومع ذلك كل هذا تركت ابتغاء وجه الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى لن ينسى الله عز وجل لك صبرك في أشد لحظات الابتلاء وأنت محسن الظن فيه جل جلاله لن ينسى الله عز وجل لن ينسى الله عز وجل لك شكره وأنت في لحظات الرخاء وتقول من صميم قلبك الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات سترى سترى ماذا يفعل الله عز وجل في كل هذا لا يضل ربي ولا ينسى تَلاً اشترك في القناة